قيادي إخواني توفي في السجن طبعا كل واحد حر يقول رأيه زي ما هو عايز الرحمة تجوز على الجميع ما فيش مشكلة بس إنه نقابة زي نقابة الأطباء بتعمل نعي لقيادي إخواني النعي في عرف العرب والمصريين هو نوع من التكريم حسب قدر الشخص اللي بيتوفى يعني هتلاقي مثلا الشخصيات الكبيرة جرى العرف ممكن صحيح أو جير صحيح بس عرف كده عندنا في بلادنا العربية إنه النعي ده جزء من التكريم الأدبي للشخص وعائلته أنت رايح تنعى قاتل أنتوا فيه إيه؟ أنتوا معانا رايح تنعى قاتل شريك في جرائم قتل زباد دمهم لحد الوقت ما نشيفش زوجتهم أرامل لحد الوقت أبنائهم يتم لحد الوقت أنتوا معانا ده أنا بقيت قاعد مزهول لدرجة النهاردة بقول لي زميل إيه؟ يا جماعة تأكدوا الصفحة ما تبقى الصحيح قالوا لي الصفحة صحيح نقابة الأطباء أنتوا مين؟ أنتوا مين؟ أنتوا معانا ولا مش معانا؟ أنت تكرم قاتل قاتل ولاد بلدك يا جماعة حد يكلم الناس دي يقول لا طبعا النقابات مستقلة يعني النقابات مش تابعة الحكومة ولو كان حد عمل في الحكومة كده كنا ما رحمناش الناس دي أبدا لكن نقابة رايح تكرم شخص شارك في قتل المصري طب أرود ده وليه؟ طب بتبرروا الكلام ده إزاي؟ ده أمر يستوجب تحقيق جنائي جماعة الإخوان هي جماعة محظورة بقوة القانون مجرد أنك تعطي لها أي نوع من أنواع الدعم المعنوي رئيس تيسي مرة عرف الإرهاب هو التعليف الصحيح توفير الملازل الآمن أنت شريك هذا العمل يعد والوصف للعمل يعد شراكة لدعم معنوي لجماعة إرهابية محظورة بقوة القانون العمل شريك والوصف للعمل إيه ده؟ أنا بقيت أحد مزهول أنت 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 بقى لما قررت عشان ينزل على الصفحة أكيد عورد على ما أعرفش النقيب مجلس النقابة يعني أنا ما أعرفش الحقيقة فين أكيد هم هيوضحوننا فكان إيه الفكرة يعني كان إيه أنت شايف فيه إيه مثلا عشان بقولك كان أمين عام سابق واللي مش عارف كان إيه فإيه إيه وما حدش قالك أنه كان قاتل أنت ما كنتش معنا السنين اللي فاتت من 2013 ما شفت الصورة أي أم فقدت ابنها قال لها أنت فاكر له أنه كان أمين عام سابق وناسي كل دول علاقتك بيه أنه هو كان أمين عام سابق على عيني يا سيدي وراسي والسبع سنين اللي فاتت دي كلها علاقتك بينك تشكلها إيه بتتفرج معنا على ماتش كرة ده أمر مستفز جدا أروح منزل صورة ومنزل ناعي أصله كان أمين عام سابق يا أخي أمين عام أنت أنت بتهزره والسبع سنين دول كنت فين أنت ولا كنت معنا ولا كنت شفت إيه مفيش حاجة كده يعني جابت مشاعرك أمر خطير ومش سهل وأتمنى أنه يعني طبعا ما فيش حد يقدر يحاسب النقابة غير جمعيتها العمومية للأسف ده جزء من استقلال إحنا سعينا ليه زمن طويل جدا أن تصبح النقابات مستقلة لكن فيه رأي العام المصري هل هذا الفعل يعد مخالفة القانون نا بالعام اللي يقول الدكتور سمير صبر يبعت لي أنه هو زمننا المحامي بالنقض أنه هو قدم بلاغ في هذا الأمر لا لا جماعة أنتوا استفزتوا بمصير كلهم افتكرت أنه كان أمين عام وانسيد أنه كان شريك في قتل أبنائك والكلام ده يعني هل مرجعية مثلا أمر مستفز وأمر أعتقد أنه يجب الوقوف أمامه بقوة ونفهم ليه حصل لأنه يعني أعتقد أنه كثير من المصريين وأهالي الشهداء لم يروق لهم أنه هم شافوا هذا المشهد القميء اللي يعني ما نتمناش نحن نشوفه مرة تانية وشكرا